بسم الله الرحمن الرحيم الحقيقة في تطور الثورات التي حدثت اللقاء الحقيقة كان لقاء أخويا مفعما بالمودة التجربة المغربية تجربة ملهمة الحقيقة لكثير من الثورات العربية أتمنى أن تكون نبراسا ونموذجا يحتذى به في أماكن أخرى كما تفضل قادة حزب العدالة والتنمية وهم حقون الحقيقة في هذا الطرح أن فترات الانتقالية جوهرها التوافق والحوار الوطني وليس التنافس السياسي وبالتالي الحزب العدالة والتنمية يقود اتلاف حكومي مشكل من عدة أحزاب أخرى حتى التي تختلف معهم في الرؤى ولكن لوجود شرعية مستقرة ولوجود توافق كلنا أمل الحقيقة أن تكون هذه التجربة نموذجا يحتذى به في تطوير تجارب أخرى في دول المغرب العربي وفي دول الربيع العربي بصفة عامة إن شاء الله فأنا سعد جدا باللقاء وأنا أشكر قادة الحزب الحقيقة على هذه الحفاوة التي قبلنا بها وتمنى أن تكون هذه بداية علاقة تعاون وطيد إن شاء الله في المستقبل بين تحالف القوى الوطنية وحزب العدالة والتنمية بالمغرب الشقيق إن شاء الله اشتركوا في القناة